أبو الأم يبطلوا يده أدوية عنياني أرجع للدكتور ده شيء مهم جدا هل المضادات الحيوية فعالة أو لها أي دور في التعامل مع هذا الفيروس الحقيقة أنه لا المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات والمضادات الحيوية لا تصرف إلا بوصف الطبيب وبعد الكشف على الطبيب وخلينا أقول هو اسمه مضاد حيوي أنا عايز أضيف أقول المضاد الحيوي ضد الحياة الصحية السليمة أو ضد الصحة السليمة عندما يأخذ بلا وصفة طبي صح فإن زي أنت هو مضاد حيوي هو ضد أنك تحيا حياة صحية سليمة لما تاخده من غير وصفة طبي هو مضاد الحياة فلو مش مكتوب يبقى أنت بتدمر الحياة هو ده مضاد فالنصيحة والحقيقة أنه أضرار استخدام المضادات الحيوية الغير مبرر عالية جدا وبيؤدي إلى وجود مقاومة للمضادات الحيوية من البكتيريا وبالتالي لو استمرنا قد نصل إلى مرحلة البكتيريا تتغلب على ما نملكه منضات حيوية وساعتها مش هنعرف نعالج بسبب أن احنا بنستخدم المضادات الحيوية بشكل غير مبرر أنا ديت البكتيريا درس بقى خلاص ديت لا مناع يعني عملي حسابك أنا جاي بالضبط كده وده يمكن الناس عندها قانعات أنا كطبيب أبع جيد عن المتحدث أنه أنت إيه الناس لما بيظهر مضاد حيوي جديد فتبدأ الناس بتهجم عليه هجمة عظيمة ويبضلوا يستخدموه سنة واتنين بلا أي مبرر طبي لأنه خلاص هو لما بياخدوه وبعد سنة أو سنة أو شوية يبدأ إيه مش يقول أن أنا من كتر استخدامي لدى الحقيقة خلقت نوع من المقاوم عندك لكن الناس ما بقاش عندها ضمير بقاش بيعملوا زي الزمير المضاد الحقيقة ده كان زمان باخد القرثة خيف دلوقتي إيه عشان الحقيقة أنه مش الناس ما عندنا تغير هو الحقيقة أن أنت اللي ما عندكش ضمير في التعامل مع صحتك أنت ده ببسطة ده أصدقى دايما فيه كده مقولة بتاعتنا في مصر يقول لك أنا روح تواخد المضاد الحاوي مع بداية الدرق عشان أكتمو أكتمو إيه والحقيقة إحنا مش بس بناستخدم كل الأشياء التي تجعل البكتيريا تنتعش وتعيش في سعادة وتخلق اللي هو إيه ياخد المضاد الحقيقة بيلا وصفة طبية وياخده دايما حريك بتقول كده في بداية الدور اللي هو يوم يومين ويبعد يروح رميه وممكن يوزع منه بقى العلبة الواحدة تتوزع على بيت العيلة فكل واحد خد له يومين اللي هو كده فكل الأشياء التي تساعد على تطور المقاومة من البكتيريا والضوط الحروية إحنا بنعملها أنا بساعد البكتيريا وبعدين أغبين ساعد البكتيريا أنا أوفر لها بيئة ملائمة صحية عظيمة للانتعاش وبعد كده أقول للناس ما بقاش عندها نمير الناس وبيتش تصنعها كويس إحصارة ده وابقاش زي زمان فين أيام زمان لكن تاخد الكابسولة من هنا أو بزر حصار فالحقيقة ده خطأ كبير وشائع ومدمر دكتوري